موسيقى 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 مرحبا ملايين مشاهدين بكل من يتابع برنامج سبعة للسبعة اللي يطلع عليكم من الأحد الخميس المحمل بالمواضيع الجميلة والمتنوية دعوني نحين أمسي على زميلي عبدالعزيز عبدالعزيز سعد لي مساك سلي مساك يا سيار أنت مبايد تشاوف لا أهل أسبوع من كونوايد إن شاء الله إن شاء الله سيهام حياكم الله ومشاهدين الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم سبعة لسبعة نتمنى لكم مساء سعيد إن شاء الله طيلة هذا البرنامج سيهام طبعا راح نبتدي بهذا الخبر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القيد الأعلى للقوات المسلحة أعلن مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبو ظبي قائمة الشركاء الاستراتيجيين والمعرفين في الدورة الثالثة من فعاليات منتدى قدوة 2019 الذي سيقام 6 أكتوبر المقبل في منارة السعديات بأبو ظبي وتضم قائمة الشركاء مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات غير ربحية ستشارك في المنتدى الذي يهدف لتشجيع اعتماد أفضل الممارسات بمجال التعليم في دولة الإمارات من بينها بزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومجلس الشارقة للتعليم ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تجمع هذه المؤسسات على أهمية اغتنام الفرص ومواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على المعلمين في دولة الإمارات نعم مشاهدين وأكد معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن منتدى قدوة بشكل منصة وطنية رائدة تتناول قضايا تربوية ومعرفية غاية في الأهمية وتبحث كذلك في الممارسات التعليمية التي تعزز من نهضة التعليم وتقدم عناصره علاوة على أن المنتدى يوصلت الضوء على التجارب الرائدة في مجال التعليم كونهما ظل تجمع تحت سقفها خبراء التعليم ورواد المعرفة وصناع القرار التربوي وهو ما يتيح تبادل الرؤى والأفكار وزيادة كذلك الخبرة التراكمية للمجتمع التربوي بمختلف تخصصاته ومستوياته ومن جهتها أكدت معاي جميل المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام أن منتدى قدوة أصبح من التظاهرات المهمة في الساحة التربوية والتي ترسخ كذلك المفاهيم وممارسات تربوية حديثة ومعاصرة في ظل عصر الاقتصاد المعرفي الذي يتطلب تمكين المعلم وتهيئته لمستجدات التعليم والقدرة كذلك على الابتكار والإبداع وتعزيز مهاراته وأساليب التدريس لترجمة ذلك كله في الغرفة الصفية وتحقيق نواتج تنعكس إيجابيا على المتلقي وهو الطالب الذي يعتبر محور العملية التعليمية طبعا ومن جانبها أكدت معالي سارة مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أهمية هذا المنتدى في تعزيز الشراكة بين قطاعات الدولة كافة لدعم هذه الأهداف التنموية بالإضافة لأهمية دور المعلمين الذين يساهمون في بناء العقول والشخصيات القادرة على صناعة التغيير في المستقبل ويذكر أن المنتدى يجمع أكثر من 600 معلم ومعلمة من دولة الإمارات إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار لبحث أفضل الممارسات والأساليب التعليمية التي لها أثر إيجابي على المعلمين ومهاراتهم لسيمة القضايا العالمية التي واجهها القطاع وشهدت الدورات السابقة من المنتدى مشاركة واسعة من المعلمين والخبراء وقادة الرأي والمسؤولين الحكوميين والرواد في قطاع التعليم من 80 دولة حول العالم جميل أن نقرأ هذا الخبر والسادة سيهام موجودة الله أعطيك العافية يا رب طبعاً هذا الدورة دائماً فعلاً فيها تفاعل مش طبيعي ما شاء الله ما سواء من المعلمين وفي الحلقات النقاشية التي تقام هناك وغير ورش تدريب طبعاً أتي بتشاركين طبعاً هالمرة ما أدريبت دائماً كنت شارك لو شاركت وديني إن شاء الله طبعاً معنا في حلقة اليوم مجلس لشرطة أبوظبي يناقش تعزيز النزاهة الوظيفية أكيد مشاهدين اعتماد عضوية الإمارات في اتحاد الدولي لوضع مسائل الشاطرنج وعندنا متطوعين إكسبو 20-20 وأكيد بنصل التضع على انتخابات المجلس الوطني 2019 وعندنا سن الأحداث طبعاً هذا الحل موضوع اللي بثنا أبنت بنسمع أو بنتكلم ورح نبتدي هذه ورح نعرف أكثر عن محاضرة النزاهة الوظيفية اللي نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بإغطاء عمن المجتمع في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجلس في ديوان ولي عهد أبوظبي أكيد مشاهدين المزيد من التفاصيل والمعلومات تبعنا عبر الهاتف مباشرة رائد محمد سعد الشامسي مئدات مكافحة الفساد في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مرحبا بك أستاذ نورت البرنامج الله يروي أنوركم وأطول عماركم ونزيكم خير على الصلاة الطيبة الله يعتبرك العافية الرائد محمد دعنا نتكلم عن مفهوم النزاهة الوظيفية والله وقت السعام في البداية أساس نتكلم عن موضوع النزاهة الوظيفية بعضيكم نبدأ بسيطة بس هي موضوع النزاهة الوظيفية اللي هي أن يقوم أي موظف بأدواره ومهامه بأكمل وجه فنحن مخذي مفهوم النزاهة الوظيفية كإدارة الفساد نعطي أكثر شيء نوعي عن مواضيع الفساد نعم فنحن إذ ينا اليوم نتكلم عن موضوع الفساد التعريف اللي يتكلم عن موضوع الفساد هو سوء استعمال المرض للسلطة التي يؤمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة الوظيفة تعتبر أنت مؤمن عليها فالمفروض أنك تأدي واجبك فيها بأكمل وجه نعم لو تحدثنا أستاذ عن معايير النزاهة الوظيفية المرتبضة طبعا بقيم الانتماء والمواطنة الصالحة بخصوص معايير النزاهة الوظيفية هي تبدأ نحن كمرحلة ما نبدأ بها في الكبر لا تبدأ من الأساس نحن تكلم الصغر تبدأ من تكلم المنازل وترتقي المدارس تشغيل الجامعات وبعد أن تكون إنتاجيتها أو مفعولا عندنا في العمل نحن نتكلم الآن في المعايير التي هي التربية الأخلاقية التربية الدينية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ووضع قوانين رادئة لمكافحة هذه الظواهر التوعية المستمرة في مثل هذه الظواهر أو غيرها من الظواهر يمكن أنها تسبب في أمن واستقرار الدولة نعم الرائد محمد إذا تكلمنا عن التوعية الوقائية هل لها دور فعال في الوقائية من الجريمة هذا يعتبر من العمد الأساسية نعم الذين اليوم مواعينا الجمهور المفهمة الظواهر التي قاعدت تهدي الصوبة صحيح التوعية التي هي في أي موضوع ذينا فيه أي جانب من الجوانب سواء الصغيرة أو الكبيرة نعم نعتبر العمود الفقري الذي هو وسائل الإعلام سواء مقروم مريم مسموع التواصل الاجتماعي أم من الأشياء الأساسية أساسا نوصل الجمهور المعلومة بأكمل وجه ممتاز شو هي القنوات الرسمية طبعا للإبلاغ عما يسير للوظيفة العامة وحتى المال العام أو الرأي أو أي سلوكيات قد تضرب المجتمع ومؤسساته نحن اليوم الحمد لله كدولة المرات العربية المتحدة عندنا عمليات تسهيل بشكل كبير لأي سواء مواطنين أو مقيمين في الدولة يبلغ عن أي ظواهر ممكن تصير في خاصة نحن عندنا في إمارة وظاق اللي هو خدته بتالتها خدمة أمان اللي هو 826-26 أو الرسالة النصية على 28-28 أو على البريد الإلكتروني أمان at ad police at gov at ae رائد محمد خلنا نتكلم عن الإجراءات تتخذها الإدارة لحماية الشهود والمبلغين حالياً إن شاء الله فيه إجراءات محطوطة إن شاء الله وإن شاء الله نتطبق فيها قرب وقت ممكن لحماية هذه لحماية الشهود وإن شاء الله نتطبق أنها بالعكس سيكون أول علم عندها في الجمهور طبعاً للمدرسة وللأسرة دور كبير في غرس قيم النزاهة لدى الطلبة والشباب نحن المدارس على نحن أي شخص يبدأ حياته أو كذا بدايته عن طريق المدارس فنحن نتكلم عندنا الأبان سواء في المنازل أو سواء في المدارس سواء لساتس عليهم مهام أكبر ممكن نحن نتكلم الطالب نص يوم في المدرسة هذا دور سواء الأستاذة أو الأستاذ دور كبير في متابعة هذه الطلبة خاصة هنتكلم توسع العمراني توسع كثرة الجنسيات تنوع الجنسيات عندنا الأمور التي قاعدها تطلع جديدة عندنا الأمور قاعدة تسهل فهني الكل يكون عينه رقابة أكثر سواء في المدارس أو سواء في المنازل اليوم نحن نتكلم دور الأب دور الأم شغالهم في أعمالهم هذا غير ما يمنعك فيهتمام في بيتك لا هذا بالعكس أساسيات حياة المفروضة تكون في المنزل لنهى اليوم نتكلم إذا رجعنا تربيتنا في المنازل ترى آخر شيء نتكلم خدمة أبنائنا وأبنائنا خدمتهم لوطننا الكريم أكيد رائد محمد دعونا نتكلم عن كيف يشارك المواطن في دعم مقومات الأمن والاستقرار نحن نتكلم اليوم سواء مواطن أو سواء مقيم لازم نكون عند كل شخص عنده حس أمني نتكلم عن ظواهر الفساد نتكلم كل مرة في المظاهرة هذه حس الأمني عندي أنا دييت اليوم دوامي كيف عرف الشخص هذا قاعد يستغل الأمور هذه أو قاعد يتلاعف الأمور إذ شفت قاعد يسوي مصالح الشخصية أكثر من مصالح العمل الحس الأمني نحن اليوم نتكلم في الموضوع في أي مواطن أو مقيم ليكون المفروض عنده إذن نتكلم مثال إذن اليوم في بيتي أو في المنزل لقيت واحد قاعد يدور على المنزل ما حس فيه ما شك فيه أكيد أو تشوف سيارة مباركة بعد بروح عيني عليه صح مثل أنت مع عينك على بيتك المفروض عينك على جوامك عينك على دولك تكون مراقب فيها فالموضوع هذا بأكبر أننا اليوم نتكلم إذن نتكلم عن الإعلام الأمور الأساسية نحن نتكلم الشرطة وأمن الدولة فراء هذا يرد على المجتمع الموجود فيه أيضا وهنا المفروض يبلغون نعم ورقام التواصل موجودة في تسهيل هذه العمليات شكرا لك سعادة الراد محمد سعيد الشامسي من إدارة مكافعة الفساد في القيادة العامة لشرطة بوظبي شكرا لك طبعا تستعد دولة الإمارات للفضاء استضافت وكلة الإمارات للفضاء سفراء وممثلية البعثات العربية لدى الدولة وتأتي هذه الاستضافة للتعريف بالقطاع والبرنامج الفضائي الوطني ومستجداته واستمع الوفد إلى عرض عن تاريخ القطاع الفضائي الوطني ومراحل إطلاق مختلف المشاريع الفضائية سواء على صعيد الاستكشاف الفضائي أو في مجال الأقمار الصناعية خلونا نشوف ياكم هذا التقرير البرنامج الحقيقة هو انعكاس للتطور الذي تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاهتمام بالفضاء وعلوم الفضاء وريادتها في هذا الجانب لم تعود الحقيقة دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عادية فبتموح قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بتموح شعبها لا بد أن نوجه تحية لرائد الفضاء الإماراتي السيد المنصوري الذي يستعد خلال الساعات المقبلة لبداية الحقيقة رحلته الفضائية نتمنى له التوفيق وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل النجاح حليفه وأن يكلل رحلته بأعلى نسب النجاح والتوفيق شرفنا اليوم بزيارة السفراء العرب للوكالة وهذه مبادرة طيبة تهدف إلى أولا التعريف ببرنامج دولة الإمارات الفضائي وكذلك أيضا التعريف بمبادرة الإمارات في مجال تأسيس تعاون عربي في مجال الفضاء دولة الإمارات مطلع هذا العام تبنت مبادرة طموحة وهو تأسيس تكتل أو مجموعة تسمى المجموعة العربية للتعاون الفضائي تكون نواه لتعاون عربي أشمل وأوسع في المستقبل وتعنى بتنسيق الأنشطة الفضائية على مستوى الوطن العربي ما رأيته والبرامج التي تقوم بتنفيذها الوكالة لا شك أنها ستعود بالنفع لاسا فقط على دولة الإمارات ولكن على كافة الدول العربية الحقيقة لديهم برنامج طموح جدا ونتمنى لهم كل التوفيق أيضا بهنئ دولة الإمارات بمناسبة إطلاق أول رائد فضاء عربي هزاء المنصوري من دولة الإمارات إن شاء الله يوم 25 سبتة الجاري لزيارة محطة الفضاء الدولية وإجراء على عديد من التجارب المهمة التي ستعود أكيد بالنفع على كافة الدول العربية إن شاء الله الحقيقة نحن في هذا اليوم سعداء بالاطلاع على ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود كبيرة وجهود جبارة في سبر عالم الفضاء عالم الفضاء اللي هو تحدي واستهداف لكافة دول العالم نظرا للفوائد الاستراتيجية والاقتصادية والمجتمعية والمعرفية أيضا نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة يعني صعود رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاء المنصوري خلال اليومين القادمين إلى المركبة الفضائية الدولية ونأمل أن تكون إن شاء الله رحلة ناجحة وأن تعود بنتائج مهمة وهذه المشاركة أيضا تعكس الاهتمام العربي في موضوع الفضاء حياكم الله مشاهدين تم اعتماد المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي ووضع مسائل الشطرنج عضوية الإمارات متمثلة بنادي الفجير للشطرنج والثقافة في الاتحاد وذلك من خلال المؤتمر العالمي لوضع مسائل الشطرنج الذي نعقده في لتوانيا طبعا للمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو الدكتور عبدالله علي ألبركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجير للشطرنج والثقافة أشكر عضو الاتحاد الدولي الذي كان السبب في عملية مرشال الذي كان داعم لملف الإمارات في المشاركة من خلال نتائج البطولة التي كانت في إمارة الفجير فالحمد لله من خلال مشاركة أبطال العالم في البطولة فعندريك كان موجود فعطا انطباع واللاعبين العالمين الذين كانوا مشاركين في البطولة أعطا انطباع كبير على مستوى وقوة وتنظيم البطولة فالحمد لله رب العالمين كانت نتائج وهذا ما أذكر في موقع الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج نعم نتمنزي الله أعذيكم العافية سادة دكتور عبدالله إذا تكلمنا عن الفرق ما بين لعبة الشطرنج وحل مسائل الشطرنج فيه فرق كبير بس لكن كل واحد يخدم الثاني اليوم نتكلم عن الحل مسائل الشطرنج يتكلم عن شخص واحد يلعبه هي مثل الرياضيات مسائل الرياضيات في الامتحان عند الامتحان تحل مسألة الرياضية ونفس الشيء نفس الفكر يعني اليوم نتكلم عن العملية هي نتكلم عن مسائل بس مرتبطة في لعبة الشطرنج الشطرنج العادي لازم يكون شخصي ويكون فيه ساعة معينة تايم معين غير عن التايم اللي مرتبط بحل مسائل الشطرنج يكون فيه هناك أنواع حسب القانون مختلف نتكلم عن نظام الكلاسيكي في لعبة الشطرنج ونظام السويسري وكذا فيه قوانين مختلفة عن قوانين حل مسائل الشطرنج والشيء الثاني شيء أن هذا اتحاد وهذا اتحاد اليوم نتكلم في الامارات اتحاد الامارات لشطرنج مرتبط بالاتحاد الدولي اللي لعبة الشطرنج لكن نقول حل مسائل الشطرنج احنا حين كنادي الفجير ممثلين في الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج دكتور لو تكلمنا عن أهمية اعتماد عضوية الامارات في الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج إن كان على الوطن العربي أو على الأقليميين في الشرق الأوسط اليوم اللاعب طبعا بيكون هناك في تصنيف دولي له يعني التصنيف الدولي هذا بيعطيه ريتنج أكثر بيعطيه قوة أكثر لما يلعب في بطولات أكبر اليوم حتى يلعبون مسائل الشطرنج نفس كونسبت اللي هو الشطرنج العادي اليوم نقول لفل معين تلعب مع اللاعبين معينين يعني فيه تصنيف فكل مستوى لتصنيفه فاليوم لما تكلم عن حل مسائل الشطرنج فيه تصنيف معين وفيه لفل كاتجوري معين على كل مستوى فالحمد لله رب العالمين حين اللاعبين أول بطولة سويناها كانت في شهر يناير تم تصنيفه واعتماده من الاتحاد الدولي إنها بطولة مصنفة على مستوى العالم فاللاعبين الليعبوا فأستؤليهم ريتنج في العملية نعم دكتور طيب كيف تم تصنيف هذه اللعبة؟ على أي أساس؟ بناء على النتائج نعم يعني كل جيم هو على لفل فيه مثلا اليوم الافتتاحي أو غير الافتتاحي اللعبة الميدل جيم الاند جيم الاستراتيجيك ففيه لفل معين حسب القانون الاتحاد الدولي لحل المسائل فيه كاتجوريز وعناصر معينة لازم كل لعب يوم يلعب ويحقق النتائج حصر ريت نعم وأكثر ريت المركز فيه التايم يعني مثلا كل اللاعبين حلوا المسائل طبعا هذا صعب كل اللاعبين لكن نقول ماذا فيروحوا على التايم منه أسرع واحد حل بالثواني طبعا هي طبعا ناوية تدخلين اللعبة في روسية وترحيل اللعبة لا طول جميل نتكلم عن نتائج بطولة الفجيرة لحل الدولي لحل مسائل الشيطرانجي الحمد لله رب العالمين بطولة الفجيرة الدولية بطولة العالم اللي كانت مقامة في الفجيرة واللي كانت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وليا عهد إمارة الفجيرة والداعم الرئيسي للبطولة أعطى نقلة نوعية من ناحية مشاركة اللاعبين العالمين يعني بطل العالم يعني كان مشارك في العملية فهذا أعطانا يعني معناته زخم كبير من اللاعبين الدوليين يشاركون في أول مرة وهذا اللي ساهم في أن الملف مانا كان قوي يوم شاركنا في لعبين أبطال العالم رقم واحد لتصنيفهم العاشر كانوا مشاركين في البطولة نعم تتكلمنا عن نتائج البطولة في حل مسائل الشيطرانج في عام 2019 النتائج كانت الحمد لله يعني مرضية لأننا نحن نسوينا هذا التصنيف فيه كانت تصنيف غير معتمد على أساس اللاعبين اللي ما عندهم ريتنج وفيه لاعبين حققوا نتائج يعني مثلا لاعب عمار سدراني حقق نتيجة وأكثر اللاعبين طبعا بطل العالم سبع مرات هو اللي يابل اللي تصدر المراكز اللي حصلتوا عليها يعني احنا حصلنا على الفئة غير المصنفة لأنه عشان مشكلة كانت البطولة ما معتمدة قبل نعم فأول بطولة اعتمدت فكان حسب شروط الاتحاد الدولي اللاعبين المشاركون لازم يكونون مصنفين على الفئة الأولى فالمصنفين منه أبطال العالم اللي كانوا أساسا نقول اللعبة على مستوى الوطن العربي أول بطول هاي يعني كانت في الفجيرة فاللاعبين اليائين كلهم صنفين من أوروبا من أمريكا من دول ثانية يعني تعرفين فهال الاستوى أنه ما في حد أساسا نقول الفكرة أساس اللعبة هاي كانت لو نتكلمنا فيها أنها بدت من أساس كانت مشكلة أوقاب أنا شفتها في اللاعبين يعني من خلال كلاعب كنت شطرنجي سابق وإداري وكنت عضو اتحاد الإمارات للشطرنج من فترات الماضية كنت نائب رئيس الأجل الفنية كنا نواجه مشكلة اللاعبين في عملية حل المسائل اليوم لما نعطيه تمرين في الاند جيم ما يعرف حل ما يقدر طبقه يوم سير الأب جيم اليوم لما نلعب أبطال العالم الحاليين المصطلحات صعبة علينا نحن ما نلعب في اللاعب لا توضحها يعني تهنى نحن ومشاعدين الكرام عاستكو عدنة ثقافة أنت بشي مثلي عادي لا يعني نفهم والله أمانة دكتور لازم ترى أن اللعبة هي مش منتشرة واحدة ومسمياتها صعبة اللي أنا قاعد أحاول أجمع واحدة ندخل في الثانية دكتور آل فهم لا مراجع العالم حتى نفهم اليوم الشطرانج علم العزمة أول كان الشطرانج علم يعني هناك تذكر شو الفرق بين المدارس يعني فكرة القدم المدارس فريق لعب هجوم فريق لعب ضفافة نفسي شي لأنه عنده فكر في اللعبة اليوم افتتاحية اللعبة أكثر من افتتاحية في اللعبة يمكن فوق 200-300 افتتاحية فهذا كل مدرسة لها افتتاحيات كاسباروف يلعب على النظام اللي كان يلعب قبل اليوم كان يلعب يلعب على النظام الكلاسيك الروسي فما كان يلعبون الثاني ليش هو ماهر فيه فبدينا نحن ناخذ منهم بعجعني فنقول نحن الدولة شوي متأخرة في اللعبة بدينا نتعلم من المدارس هذه لأنه مؤسسوها أساسا لأنه سواء عندهم علم اليوم نتكلم من لعبة الشطرنج عندهم تكلم عن تأسيس كان في المدرسة يبتدي هو يتعلم الشطرنج لين يطلع ليش لأنه مرتبط بالحياة يعني اليوم نتكلم اللاعب هناك في أوروبا وهذا ما شفته أنا من من خلال احتكاك معهم أنهم جوا يعتبرون اللقم مثل إيش عندهم لأنه يشارك بطولات يفوز حصل فلوس اعتبر راتب له نفس اللاعب المحترف فهم محترفين في لعبة الشطرنج أنا أتكره يمكننا نلعبها هاي كلعبة عادية يعني يدقبض الخيل وعلى طول نشتل يعلي بس بدون تكتيك بدون أي شيء لأنه مش بهميش الصالح ممكن أحيان غش من الكامبيوتر نحطيها صعب الشيء ويشوف شو يسوي وتشميل اللعبة الغش ترى هذا محدد الآن موجود قبل فترة في مقالة نشرت من الاتحاد الدولي عن اللاعب روسي كان يلعب بطول كبير في السن اللاعب هذا يشوفون فجأة عمره كبير فوق ستين بس يلعب بالبطولات قوية ويحقق نتائج يعني الريت التصليم ولا ارتفع ويشوفونهم يعني اللي القراب منه أو اللي يعرفونه يشوفون وضعه في آخر يكتشفون إنه شو يغش من الموبايل ما له هذا شراتي طلع وأنا مرد قوانين اللعبة في كل مكان في كل لعبة فيها ترى طرق احتيال لكن الأنظمة والقوانين الموجودة ترى خلاص وقف عن اللعبة خسر اسمه خسر مكملين معكم الدكتور عبدالله علي البركة لكن عندنا فاصل مشاهدين الكرام فاصل بعد راح نواصل هذا اللقاء خلوكم يا أنا حياكم الله مشاهدين الكرام رجعنا لكم ونكمل حوارنا عن لعبة الشطران جمعة الدكتور عبدالله علي البركة كنا نتكلم عن موضوع الغش وتحت الفاصل طلعت فضايا حواية الدكتورة بس حين نغير سؤالنا راح نتكلم عن تطلعات النادي اللي ترجمت هذه اللعبة بشكل احتراف طبعا من الأشياء اللي خلال الفترة الماضية تناقشنا مع رئيس الاتحاد العربي للشطرانج شيخ سعود المعلى رئيس نادي شارق الشطرانج على أساس إقامة بطولة لحل مسائل شطرانج على مستوى الوطن العربي هذا بتكون نقلة نوعية للعبة على مستوى الوطن العربي طبعا بتكون أول بطول على الوطن العربي غير خارج الدولة فهذا الدعم من الاتحاد العربي للشطرانج وهذا يعطينا نوع النقلة في عملية نشر الفكر الديناميكي أنا أسميه ليش؟ لأنه مرتبط وأساسا هذا مرتبط باللعبة العادية اليوم إذا اللاعب عند الممكنات حل مسائل شطرانج يعني بيكون شاطر في لعبة الشطرانج العادية لأنه يقدر يلعب في الاند جيم يقدر يخطط يحط سيناريو لأنه يتمكن اليوم مثلا تمرين رياضيات اليوم إذا تمرست على حل مسائل أكثر أنواع مختلفة يوم بيك تمرين مثلا رياضيات بيكون عندك الخبر أكيد فهذه القاعدة هنا على أساس تحفيزهم قبل كان مثلا اللاعب أنا أعطيهم ورق في البيت سير البيت حل المسائل حل في الاند جيم ما مهتم لأنه مثلا ما يحصل الحافز مثلا ما فيه مثلا تصنيف بيحصل ما بيحصل مثلا جائزة بيشارك في بطولة أحيانا اللاعبين يستعدون أنه في بطولة يائية أو كذا بيشاركون فيها فهذا الهدف منه أن ننطور مهاراتهم الذهنية في لعبة الشطرانج على أساس يقدروا يحققون نتائج في لعبة الشطرانج العادية دكتور تتكلمنا عن قوانين لعبة الشطرانج قوانين كثيرة في لعبة الشطرانج اليوم نتكلم القانون سويسري الشطرانج الكلاسيكي نعم نزين نتكلم عن أن يكون جولاتها من سبعة أو لتسعة يكون يعني يكون تسع جولات تكون وتكون ساعتين مثلا على التايم ماله فتختلف القوانين حسب نوع البطولة مثلا الشطرانج السريع 25 دقيقة فكل اللعبة أو النظام حسب النظام الكلاسيكي ولا ربط فاختلف قانونة من لعبة لعبة نعم كالشطرانج العاد اللي نتكلم فيه أما حل المسائل فقانونة ستندر ومحطة من الاتحاد في أي بطولة عالمية طبعا الشيء اللي في البطولة حل المسائل الشطرانج أن نكون في وقت واحد على مستوى العالم يعني يوم كان البطولة في الفجيرة في 42 دولة 41 دولة قبل ما ننضم لهم في مختلف في نفس الوقت حلو لأن المسائل تيم الاتحاد الدولي والعضو الاتحاد الدولي كان موجود عندنا هو اللي سوى هو كان مشرف على البطولة وعلى تنظيم على الأمور هذه نعم فكله على نفس اللعبة ونفس اللي ما يقدرون كل بطولة لأنها تتكلم عن بطولة عالم أكيد تعز لن نتكلم عن مستقبل اللعبة هذه في الإمارة بشكل خاص يعني كيف تشوفها وكيف تشوف الشباب قاعد يدخلون هاللعبة شباب الظهر الشطرنج بدأ وفيه وعي استواء خلال السنوات الخمسة السنوات الماضية بدأنا فكرة نشر لعبة الشطرنج في المدارس بدأنا نحق مساء ثقافية عن الشطرنج تاريخ الشطرنج نحبذ أولياء الأمور لأن اليوم نتكلم اللاعب روحه ما به لازم أولياء أمور أيب فبدينا التواصل مع الأسر فالنقلة هذه أدت إلى أنه البيت نوصل للبيت نحل تمارين نسوي مسابقات كانت سنوات الشطرنجية يساعدون أهل أو كي يصلوا في النادي كيف الحل نعطيهم هدف عمليه تنشر أو جذب الأهالي مشاركة مشاركة فكان الهدف من الأسئلة هذه أن نعمل نقلة نوعية في الفكر السابق أنه مثلا الليبيي نادي لا بدينا في عملية لا نحن نسير البيت ونحن نأسس لاعبين من البيت بطولاتكم القادمة نحن طبعا مشاركين بطولة العالم تحت 18 سنة في الهند وأنا رئيس الوفد بكون إن شاء الله منتخب الإمارات طبعا نتكلم من ضمن ثلاث لاعبين من نادي الفجير للشطرنج بيكونون ضمن الفريق والله يوفقنا إن شاء الله ونحقق نتائج وميداليات في شهر موفقين خير إن شاء الله جميع إن شاء الله شكرا لك دكتور عبدالله علياء البركة رئيس مجلس إدارة نادي الفجير للشطرنج والثقافة وعضو مجلس إدارة اتحاد الدولي لوضع مسال الشطرنج موفق خير وشكرا لك نشوف معكم هذا الخبر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي طلق الأحد الماضي أسبوع الإمارات البحري 2019 الحدث البحري الأول من نوعه على الخارطة الإقليمية مقدما منصة موحدة لاستشراف مستقبل الصناعة البحرية من منظور الابتكار والمعرفة والتحول الذكي بما يواكب التحولات المتسارعة التي يفرضها القرن واستقطب الحدث حضور رفيع المستوى من اقطاب الصناعة البحرية العالمية لاستكشاف أفاق نمو التجارة البحرية عبر سلسلة من الفعاليات رفيع المستوى والتي من شأنها أن تعزز من قنوات تباتل أفضل الممارسات الدولية وأنجح التجارب الرائدة كذلك وعلى رأسها تجربة دبي في التحول إلى بوابة بحرية رئيسة رئيسة التجارة العالمية نتابع معا هذا التقرير طبعاً اليوم نحن سعيدين بلن نكون تواجدين في المؤتمر هذا ووجود الخبراء الموجودين في صناعة الأمور البحرية طبعاً مهمة اليوم مع المتغيرات المسجدات المسلوية في العالم أن الواحد يكون دائماً قريب من الحدث لدينا اليوم الوضع الاقتصادي العالمي وعندنا نحن كذلك الحرب التجارية بين الصين وبين الولايات المتعلة الأمريكية وكذلك الوضع في بريكسيت الموجودة في أوروبا فهي كلها طبعاً أحداث كبيرة فبالتالي الواحد يجب يكون يجتمع مع الخبراء ويشوف شو الحلول وشو المستقبل المستقبل طبعاً من أحد المحاور أن اليوم نحن دائماً في تغيير وتطور حتى في صناعة البحرية يعني هي ما صبحت تقليدية إنما هي كذلك مواكبة مع صناعات الأخرى فاليوم نحن دائماً نتكلم عن الأمور التقنية الاستخدام ما نسميه AI Artificial Intelligence والروباتيك والمعلومات الموجودة كلها فنحن طبعاً في هال المؤتمر لازم نحاور ونشارك ونشوف شو الأفضل حلول عساس يعني نمشي إلى برلمان في وسط هالتحديات أجندة دائماً فيها نوع من التفاعل فيها نوع من الإيجابية تتكلم عن التجارة العالمية وبتتكلم عن البلوكشين وبتتكلم عن كل الأمور التطويرية الحديثة بالأخص في مجال طبعاً القطاع البحري والسيشن الأخير ممكن يكون على مستوى دول المنطقة أنا أعتقد أنه نحن في الأجندة البحرية أو في أسبوع الإمارات البحري متفاعلين ودائماً إيجابيين في عملية الطرح فنأخذ الأمور بطريقة إيجابية حتى في مواضيعنا الأربعة اللي بنتكلم فيها في الأجندة أو اليوم حتى الجوائز وهذا يدل على أن هناك الصناعة فيها لها مردود كبير وخاصة القطاع البحري يعني اليوم القطاع البحري مدى تأثيره وقد يتأثر بشكل بسيط ولكن في النهاية القطاع البحري قطاع واعد وكبير على مستوى العالم مهم جداً تواجد الخبراء في قطاع البحري في مثل هذا اللقاء خاصة أن يمكن تركيز على مختلف الخبرات سواء كانت عربية أو عالمية وهذا يعني يؤكد على قوة هذا الأسبوع طبعاً الالتقاء هذه الثقافات يخرج عنه طبعاً نقاش في ما وصلت إليه الدولة من إنجازات موسيقى حياكم الله مشاهدي الكرام نعرف عن العمل التطوع يشكل أحدى الركاز الأساسية التي يقوم عليها نجاح اكسبو 2020 دبي هذه المنصة التي ستلاقي ما بين شعوب العالم وتجمع أفكار البشر وتضمن تواصلهم لابتكار الأفضل ويقبل المواطنون والمقيمون من جميع أنحاء الدولة للتطوع في هذه المسيرة سمحنا مشاهدي بأن نرحب عبر الهاتب الأستاذ سعيد حمد الشخصي مدير أول استقطاب متطوعين بأكسبو 2020 مرحباك أستاذ نورة البرنامج مرحبا أختي سهام أخي عبد العزيز أنا سعيد بالتواجد معكم اليوم وأشكر لكم حرصكم الدايم على متابعة كل ما يخص أكسبو 2020 وكافة برامجه الله يطلعه في واجب علينا في بداية أستاذ سعيد لو تكلمنا عن الفوائد التي ستعود على المتطوعين والمشاركين في أكسبو 2020 الفوائد التي ستعود على المتطوعين فوائد كثيرة نحن نتكلم عن الحدث الأكبر في المنطقة ويقام المرة الأولى في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة على مدار 6 شهور وبمشاركة قياسية توصل لـ 192 دولة فأكيد حدث بهذه الضخام حدث بهذا الضخم بيضيف الكثير للمتطوعين اللي بيشاركون معنا في تنظيم هذا الحدث وفي إنجاح استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه التظاهرة العالمية سواء كانت من خلال الخبرات اللي راح يكتسبونها من خلال احتكاكهم مع أفضل الخبرات العالمية اللي بتتوافت على إكسبو 2020 أو حتى من خلال المهام التقنية أو المهام اللي بيتتسبون من خلالها مهارات بحكم تأديتهم لهذه المهام خلال فترة المعرض فحقيقة فوائد كثيرة أو شيء بسيط منها اللي هو رد الجميل لدولة الإمارات والوطن ومنه اليوم فينا ما يدور على فرصة بسيطة يرد فيها الجميل للوطن العدد اللي يحتاج إكسبو من المتطوعين إن شاء الله العدد اللي نحن قاعدين نطمح للوصول إليه نستهدفه هو 30 ألف متطوع بيشاركون إن شاء الله معنا في إكسبو 2020 وطبعا هذه 30 ألف يشكلون مختلف فئات وطياف المجتمع من مواطنين وأيضا المقيمين على أرض دولة الإمارات سواء كانوا موظفين في غطاء الحكومي أو الخاص طنبة الجامعات أصحاب الهمم كبار المواطنين ربات المنازل الجميع يعني مجعو أنه يشارك معنا في إكسبو 2020 ويكون جزء من هذا الحدث اللي إن شاء الله بيكون حدث تاريخي في دولة الإمارات إن شاء الله أستاذ سعيد خلنا نتكلم عن عدد المتطوعين أو كم عدد المتطوعين حتى الآن نحن يمكن تقريبا قبل شهر سنة وشهر من الحدث والحمد لله الرقم رقم حقيقة رقم مفرح رقم يثلت الصدر اليوم يمكن عدد الطلبات اتجاوزت الـ 85 ألف طلب للتطوع ويمكن هذا الرقم أنا أعتبره دليل على وعي وثقافة مجتمع الإمارات وإدراكهم لأهمية العمل التطوعي وحبهم وحرصهم أنهم يخدمون بلادهم في أي فرصة تتاح لهم فنحن فعلا سعيدين أن هذا التجاوب الكبير موجود من مجتمع دولة الإمارات الحمد لا يستهل هذا الوطن الغالي الدور اللي راح يلعبه اللي راح يقوم به المتطوعين خلالك سبع 20 إن شاء الله أدوار المتطوعين أدوار يمكن أساسية وأدوار محورية وبيشاركون معنا في تنظيم الحدث على كافة المستويات نحن يمكن اليوم عندنا قائمة فيها أكثر من 30 مهمة تم تصميمها وتخصيصها للمتطوعين ورأينا فيها كافة الخبرات ومختلف الجوانب وحتى ممكن تنوع متطوعين سواء كانت في خدمة بيوه دولة الإمارات خدمة كبار الشخصيات وكل ما يتعلق بالتشريفات استقضاء للزوار وتقديم المعلومات لهم خدمات خاصة لأصحاب الهمم الأدوار التقنية فحاولنا نحن ننوع في الأدوار بحيث أنها تتناسب مع التنوع الموجود عندنا في متطوعين نعم شكرا لك سعيد حمد الشخصي مدير أول استقطاب متطوعين إكس بو عشرين عشرين شكرا لك عشر حياك الله مشاهدين الكرام فاصل بعدها سنواصل خلوكم بينا حياكم الله مشاهدين يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضو ويتم تعيين عشرين عضو من قبل حكام دولة الإمارات العربية المتحدة لذلك يتم انتخاب عشرين عضو آخرين من قبل الشعب طبعا بنعرف عن ملف الانتخابي الخاص بالدكتورة فاطمة دربي مرشح عضوية المجلس الوطني الانتحادي 2019 عن إمارات دبي أهلا وسلم فيش دكتورة نورتين بداية طبعا أشكركم على الاستضافة مساكم سعادة مساكم وطن مساكم حلم يعانق السماء بقيادة دولة الإمارات وسواعد شباب مواطنين مساكم نور سروريا دكتور خلينا في البداية نتكلم عن نتحدث عما تريدين مناقشته في مجال التعليم بداية أنا تربوية يعني 16 سنة أنا في التعليم كمعلمة سابقة فبالتالي برنامجي الانتخابي ركزت على التعليم يعني أساس في هذا البرنامج طبعا لازم نسعى إلى تحقيق تعليم تعليم مثل ما نقول إلكتروني لمنافسة العالمية وبالتالي لا بد من وضع خطط استراتيجية لتأهيل مواطنين معلمين إذن التعليم أساسه المعلم فأنا ركزت في برنامج الانتخابي على الفئات في التعليم اللي هم المعلم لا بد من توفير بيئة مناسبة للمعلم لكي يعطي لكي ينجز توفير بيئة مناسبة إلى إعطاء بعض الامتيازات الحوافز إن كانت مادية أو معنوية وبالتالي لما بيكون مرتاح إذن معناته بيقدر يبني أجيال تخدم الوطن أيضا من ضمن البرنامج الانتخابي بالنسبة للتعليم عدنا فئة مهمة ألا وهو الطالب وولي الأمر دائما أنا أقول من خلال طبعا مسيرتي في التعليم الطالب وولي الأمر أيضا هم أساس العملية التعليمية بعد المعلم فبالتالي لابد من إشراك هاي الفئتين في اتخاذ القرارات التعليمية لأن لما بنشركهم في اتخاذ القرارات التعليمية معناته بنعطيهم بنزرع فيهم الثقة بالنفس وبالتالي بنحفزهم على التعليم والإقبال عليه بالإضافة إلى المناهج المناهج الدراسي إذن من خلال التعليم معلم طالب وولي الأمر بالإضافة إلى المناهج نلاحظ أن المناهج لابد من اختيار من يقوم على هذه المناهج لأن اتضح أن هذه المناهج مترجمة فبالتالي لابد من أن تكون هذه المناهج تحت أيدي أمينة مواطنة كادر مواطن لأن منهج تعليمي معناته غرس قيمة قرس حب وطن تراث مجتمع إذن من يكون من المعلم روحها بعد وممكن من المعلم وممكن من خبراء مواطنين يعني عارفين بالمناهج التربوية عارفين بقيم دولة الإمارات شكرا لإنسلام أني أسأل الدكتورة سوار يمكن اليوم الحمد لله نحن في دولة الإمارات ممكن يكون التعليم من أكثر الدول المتقدمة في الشرق الأوسط حتى مسألة المناهج اللي أنا كده بسألت جاه دوما في الدول المتقدمة مثل اليابان وغيرها لما بدوا بتغيير المناهج خلوا المناهج من الخبراء اللي هم يستشرقون المستقبل فعلا يعني نحن مناهجنا كانت مختلفة عن المناهج اللي في الزمن هذا ولازم عساس العلم يواكب التطور يعني بعد عشر سنوات لازم المناهج يكون مختلف عن المناهج الحالي وهذا اللي قاعد بو في وزارة التربية عشانتي أنا أقول لازم التعليم يكون إلكترون يكون يعني يواكب العصر لأن أصبح دولة الإمارات دولة ذاتها سيط إلكتروني إذن لازم يكون التعليم أيضا إلكتروني لمنافسة العالم فبالتالي أنا بالنسبة للمناهج صح تترجم ما عدنا بس لازم تخضع لخبراء مواطنين على أساس لأن الأحيانا توزع المناهج وبعدين تطلع فيها أغلاط فبالتالي لأن ما أحب يعرف بتراث ومجتمع دولة الإمارات إلا مواطنيين فبالتالي هذا هو المفروض بالنسبة للمدارس أيضا بالنسبة للأبناء اللي هم الطلبة الموهوبين أيضا من ضمن برنامجي أنا ركزت على الموهوبين لكوني أنا أصلا عضوة في جمعية الموهوبين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين إذن الموهوبين الطلبة المتميزين لا بد من دعمهم لأن هؤلاء الطلبة هم اللي بيخدمون الوضع لأن مو بس الطلبة الموهوبين في جميع المجالات كذلك إذا كان هذا الطالب موهوب في ناحية علمية إذن نركز عليه ما شاء الله حين عندنا إحنا اثنين من رواد الفضاء بيسعدون إن شاء الله غدا فبالتالي تعزيز دعم المواهب في أبنائنا هذا معناته إن إحنا نغرس فيهم حب الوطن وحب الولاء وبالتالي العطاء ثاني شيء أنا أيضا ركزت في برنامجي لا بد من ربط اللي هي مخرجات التعليم مع سوق العمل حين الطالب يتخرج من المدار من الجامعات يدور شغل مملاقي إذن لا بد من عمل يعني تواصل ما بين مواد الدراسية والكليات وما بين سوق العمل عشان نقدر نسهل حصول الطالب بعد تخرجي على عمل فهذا بالنسبة لي يعني أهم المحاور اللي أنا خذيت أو ركزت فيها بالنسبة لي دكتور رفاطم أخذني أرجع شوي أنا في البداية إلى اختيار برنامج الانتخاب بيخلنا نتكلم عن بداية اختيار لهذا البرنامج الانتخابي أو المسمى أو الأفكار اللي طلعت فيها برنامج الانتخابي بتلاحظون كل واحد بالنسبة لي المحاور أنا عايشت نعم من واقع تجربة من واقع تجربة يعني معنى ذلك ما بيحس بالشخص إلا هو كان مجرب فبالتالي بالتعليم لكوني كنت تربوي معلمة إذن أنا جميع فئات التعليم أنا عاصريتهم إن كان معلم عارفه شو مشاكله فبالتالي لما أنا بوفر للحياة الكريمة بعطيه امتيازات برفع من راتبة يعني بعطيه بعض الامتيازات ما يشتر ميزان نقول بالنسبة للطلبة أصلا أنا كنت أعتبرهم مثل الأبناء فبالتالي أنا بالعيكس بالنسبة للأبناء أنا يعني شاركيتوا في عدد من المبادرات حاولت أني أنا أرفع من يعني معنات أنت لما تعاشر هذه الفئات أنت ممكن تظهر أجيال لذلك أنا أطلق علي مسمى مربية أجيال السعادة لأن كنت أغرس فيهم حب العطاء وحب الولاء أولياء الأمور لكوني أنا مسكت مجالس أولياء الأمور يعني معنات هذه الفئة أنا عاصريتها عايشيتها كنت يعني أسوي لهم برامج توعوية برامج تثقيفية يعني بالنسبة لأولياء الأمور أنا قدرت مثلا أعرف شو احتياجاتهم شو الأشياء اللي يطلبونها بالنسبة للأبناء وبالنسبة للمدارس بالنسبة للتعليم وهاكذا فبالتالي لأني كنت معلمة تربوية إذن أنا هذا المحور أنا أخذيته بالنسبة للمحاور الثانية إن كان محور الصحة وإن كان محور المتقاعدين أصلا أنا معلمة متقاعدة كانت عندي مبادرة جدا جميلة اللي هي تكريم 100 متقاعد على مستوى الدولة وهذه كانت المبادرة يتروالي الوحيدة اللي تم تكريم فيها المتقاعدين من هذه المبادرة أنا حسيت بالمتقاعدين لما شفتهم يعني في قمة السعادة إن إحنا جمعناهم إن إحنا يعني مثل ما تقولون طلعناهم للمشتا وبالتالي كرمناهم يعني معنات عززنا فيهم إنهم موجودين إن ممكن الاستفادة منهم لذلك كان برنامجي بالنسبة للمتقاعدين أيضا شامل لكوني أنا أحيانا أقول يعني حين المتقاعد يستلم 10500 فبالتالي هذه 10500 كيف بتوفر له الحياة الكريمة وأحنا في دولة يعني دولة الإمارات هي دولة الكرم هي دولة السعادة فإحنا لازم أيضا هؤلاء الفئة نريحهم نوفر لهم الحياة الكريمة فبالتالي أيضا برنامجي بالنسبة للمتقاعدين ممكن نرفع مثلا رواتب أحيانا أنا بعد أقول بالنسبة للمتقاعدين لو سوينا لهم إعفاء من بعض الرسوم الهكومية بالتالي هذا بعد شيء جميل بالنسبة علاوة الأبناء يعني بعد التقاعد ممكن مثلا نعطيهم أو نوفر لهم علاوة الأبناء ممكن وظائف ممكن لو إحنا يعني أوجدنا وظائف لهؤلاء المتقاعدين لأن عندهم أطاء وحبين يعطون فليش منوفرهم بعض الوظائف هذه الوظائف تساعدهم في رفع مدخولهم وبالتالي يعيشون في حياة كريمة فيعني معناته إن بعض البرامج البرنامج الانتخابي أنا ركزت على فئات أنا لا مستمع أو لا مستمع حياتهم الحمد لله الدولة اليوم حتى للمتقاعدين أن نشوف بعض البطايق التي تصرف من وزارة المجتمع ووزارة تنمية المجتمع نعم مثل الخصومات في كثير من الأماكن حتى بعض الأماكن تكون شبه منجانية مثل اكتياجاتهم ففعلا الحمد لله رب العالمين اللهم لك هذه أمور إضافية يعني أنا أنا أقول الاستدامة صحي الدولة ممجسرة بس أنا أقول هذا مطلب استدامة لأنها أصلا موجود هذه الملفات مفتوحة في المجلس الوطني خلال السنوات السابقة ولكن لما نسعى هي اقتراحات تطويرية تطويرية مثلا ممكن يعني السعي في إصدار قرارات يعني لكن المرشح يدخل هنا خاطره فعلا أنه يتكون عنده توصيات عنده اقتراحات يعني مش أنه إجباري أو الزامي أو النعهود لا هي مجرد اقتراحات تفيد الفئة اللي بيتكلم عنها هو بالنسبة للمتقاعدين صح يعني وفروه لهم بس أنا دايما أقول المتقاعد لا بد من تحسين وضعه لا بد من تحسين وضعه لأنه خدم وحاب يخدم فليش إحنا ما نوفر له بعض البيئات المناسبة على أساس أنه يقدر يعطي نعم الله يردك العافية يا رب الدكتورة فاطمة الدربي أحد المرشحين المجلس الوضع الاتحادي 2019 شكرا عن إمارة دبي شكرا عن تواجده يوم عن برنامس عبدالهزيز رح نشوف معاك المؤتمر الصحفي الخاص بطلاق فعليات سبوع جيتكس للتقنية سيهام أكيد وهذا السبوع مشاهدين أو الفعاليات سبوع جيتكس للتقنية مشاهدين هو الجيتكس للنجوم المواطنين بيكون حديثنا أكثر عن هذا الموضوع وأهمية الدعم كذلك طبعا أقيم مؤتمر صباح أمس الأحد تحت شعار تاز العقول واقتصاد التكنولوجيا المزيد خلونا نشوف وياكم هذا التقرير نعم عدد المشاركين عندنا أكثر من أربعة ألاف خمسمائة شركة من أمية الدولة وعندنا متوقعين السنة أكثر من أمية ألف زائر خلال فترة الخمسة أيام خلال فترة المعرض وطبعا نسبوع جيتكس للتقنية وجيتكس من نجوم المستقبل أهم حدثين على مستوى المنطقة أو بالأخص منطقات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة بالأخص وخاصة من الشركات الناشئة التي تشارك يعني أو تشارك فترة المعرض عندنا 750 شركة مسجلة هذه السنة وعندنا أكثر من ألف مستثمر ومؤسسة راح يتم يعني اللقاء من بين الشركات الناشئة والمستثمرين طبعا تشارك اتصالات في جيتكس 39 نحن من أوائل المؤسسات والشركات اللي بدأينا مع جيتكس انطلاقته نحاول أن نبرز الخدمات الرقمية وأيضا خدمات المتوافقة مع الجيل الخامس لزوار جيتكس نعرض في هذه السنة خدمات وحلول وابتكارات تعرض لأول مرة بالعالم وأيضا حلول تعرض لأول مرة في المنطقة لا شك أن منصة جيتكس تعتبر منصة جدا مميزة لعرض الحلول والعرض الخدمات وأيضا لتبادل الخبرات بيننا وبين سواء كان الموردين والمصنعين ومقدمين التكنولوجيا وأيضا مع عملائنا سواء كان مؤسسات أو جهات حكومية أو أفراد لعرض التجارب المستقبلية لا شك أن الآن في يعني وما تعرضت صالات من الجيل الخامس بلا حدود أن نقدر نوصل هذه الخدمات للمشتركين سواء كان أفراد أو قطاعات مختلفة لأن جميع القطاعات بدون استثناء ستستفيد من خدمات الجيل الخامس ومن الخدمات الرغمية لإعطاء خدمات أفضل لجمهورهم بشكل حياة شددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلام والغذائية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة للعربات المتنقلة والتي حددتها الهيئة في المادتين رقم 105 و107 من النظام رقم 6 2010 بشأن صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية طبعا للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة الدكتورة مريم حارب السويدي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الغذائية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلام الغذائية يا أهلا وسهلا فيك دكتورة يا مرحبا فيكم يا أهلا دكتورة نهود نتعرف أكثر عن المنشآت الغذائية المنتقلة في إمارة أبوظبي المتنقلة في إمارة أبوظبي بداية أحب أذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلام الغذائية باعتبارها هي السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلام الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحي في إمارة أبوظبي فنحن نحرص في الهيئة على ضمان أعلى معدلات السلام الغذائية في الإمارة وأيضا نتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة في جميع منافذ البيع في الإمارة والمنتجات هذه سواء كانت مستوردة أو منتجة محلية نعم وكذلك عفوا نعم صدر دكتورة مريم خلينا نتكامل الجراءات التي تتضمنونها من خلال سلامة المواد الغذائية المتداولة قبل الإجراءات نعم نحن نتحقق من مدى التزام العاملين في هذه المنشآت الغذائية نعم سواء كانت منشآت ثابتة أو متحركة نضمن أنهم ملتزمين بشتراقات السلامة الغذائية التي تصدر من الهيئة ومن التشريعات الاتحادية نعم فيما يخص المركبات البيع طبعا هذا النشاط استحدث في 2017 نعم وتم منحف حاب المنشآت عندهم نشاط مطعم أو نشاط تمويل مواد غذائية تم منحهم ممارسة هذا النشاط وعليهم يلتزمون بالقوانين والأنظمة الصادرة وحتى لاحظنا في نمو كبير في هذا النشاط وفي إقبال عليه كثير من المستهلكين ما شاء الله فالإجراءات المطبقة يقوم للكادر التفتيش عدنا في الهيئة بالرقابة على هذه العربات المتنقلة من خلال الزيارات الروتينية والمتابعة ويتم أخذ عينات حسب خطة جمع العينات المعتمدة عدنا في الهيئة عشان نتأكد من سلامة المنتجات الغذائية في هذه العربات وأيضا نضمن تتبع مصادر هذه المواد القدائية يعني العربات هذه تعتبر من الأنشطة عالية الخطورة حسب النظام الرقاب المعتمد عدنا الذي هو المبني على درجة الخطورة الصحية ممتاز شو هي أهم الاشتراطات التي يمكن تضحي الهيئة لترخيص مزاولة هذا النشاط من أهم الاشتراطات التي هي صادرة في النظام رقم 6 لسنة 2010 بشأن صحة الغذاء أهم الاشتراطات بالنسبة لموقع العربة لازم موقع العربة يكون في مكان يضمن شماية الغذاء المتداول فيها وتجنب التلوث مع البيئة الخارجية وكذلك لازم العربة تكون مصممة ومبنية حيث أن تكون قابلة للصيانة بشكل مدائم ودائما لازم يحافظ عليها ضيق وظروف جيدة عشان يتجنب مخاطر تلوث الغذاء وتكون الأفضح الخارجية مصنوعة من مواد تكون مقاومة للظروف الجوية وأيضا من الاشتراكات المهمة المعدات المعدات المستخدمة في التخزين وفي تحضير الغذاء لازم تكون سهلة التنظيف وتكون كافية وتوسرة أبعادها بعد الأرضيات والجدران تكون أبعادها مناسبة على ساس تكون سهلة التنظيف شكرا لتش الدكتورة مريم حارب السويدي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الغذائية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلام الغذائية شكرا لتش دكتورة يا مرحب يا مرحب فيكم فاصل المشاهدين الكرام بعدها سنواصل خلوكم حياكم الله ومشاهدين الكرام رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل نشتكمل باقي فقراتنا مع المرشحين الانتخابات للمجلس الوطني 2017 سمعنا مشاهد بأنه رحب ضيفنا في الاستيديو الأستاذ أحمد سيف عبدالله المهيري مرشح العضوية المجلس الوطني اتحادي 2019 عن إمارة عجمان مرحبا بكم ورث البرنامج مرحبتين الله عزيز في البداية خلونا نتكلم عن برنامج الانتخابي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية أود أن أشكر حقيقة برنامج كما الموقر سبعة على سبعة اللي كما عودتونا بنقل كل ما يهم الوطن والمواطن وتكونون حلقة وصل لكل ما يصب في المصلحة العامة نعم وأكبر دليل استضافتكم اليوم للمرشحين واجبا لك هذا واجبنا الله يسلم سعيك للوطن في أن تكون حلقة وصل لنقل تطلعات المواطنين إلى السلطة التنفيذية نعم حقيقة وضعت هذه النقطة الأولى في برنامج الانتخابي بإيماني أن عضو المجلس الوطني الاتحادي لديه أدوات وأدوار مهمة في رسمية تعتبر في المجلس الوطني الاتحادي منها الاتطلاع ومناقشة المشروعات القوانين الاتحادية وطرح الأسئلة على معالي الوزراء وأيضا على الحكومات ومناقشة أي شكاوى ترفع ضد الوزارات الاتحادية من قبل المواطنين وهناك عدة أدوات أخرى منها التمثيل البرلماني وأيضا مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات فهذه المهام هي رسمية تعتبر بحثة لكن وجهة نظري الخاصة والمتواضعة أن عضو المجلس الوطني الاتحادي أيضا بإمكانه بجهد شخصي تواجد ضروري بين المجتمع ومشاركتهم في الأتراح والأفراح وأيضا السعي لهم في الدوائر الحكومية المحلية أيضا والاتحادية أكيد أستاذ أحمد أشرت في بنامجك الانتخاب إلى سعيك للمواطن وذلك من خلال التوطين في القطاع الحكومي والمحلي وأيضا لضمان اشتراك تقاعدي للقطاع الخاص خلينا نتكلم أكثر عن الموضوع نعم التوطين في القطاع ركز فيه الاتحادي والمحلي خاصة هناك ثلاث قطاعات تقريبا عندنا في دولة الإمارات منها القطاع الاتحادي والقطاع الخاص وأيضا القطاع المحلي فالسعي اللي بذن الله سنسعى إليه أن وضع مؤشر للتوطين اليوم نحن هناك قاعدة أساسية في المؤشرات تقول أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته صحيح فوضع هذا المؤشر جدا مهم لمعرفة كم عدد الوظائف اللي ممكن يتم الإحلال لها أو التوطينها بالمقابل هناك أيضا أرقام أخرى لننظرها للباحثين عن العمل ودمجها في هذه الوظائف هناك أيضا قطاع آخر اللي هي شبه الحكومي جدا مهم وجدا مهم أن يكون فيه اشتراك للتقاعدي الآن الشباب أنا كيف أقدر أقنع أن يدخل في قطاع الخاص وهذه المؤسسة هي ليست مدرجة في الهيئة المعاشات والتقاعد هنا جدا مهم هو فعلا سيتأثر في نهاية خدمته في هذه المؤسسة ولكن في البداية ضروري معرفته ومهامه ومسؤولياته وحقوقه التقاعدية حتى نهاية الخدمة طبعا باستمرارية العيش الكريم لتوفيره في إخلاء جميلة سيدة أحمد من جانب سعيك للترابط الأسري عرضت في برنامج كالانتخابي عن التقاعد المبكر للأم الموظفة والعلاوة الزوجية بالإضافة إلى موكافأة حضانة للأم الموظفة نعم حقيقة بعد مراجعة القانون للتحادي رقم 7 في الفصل الثالث المادة تحديدا 16 وال17 بيّن أن مستحق التقاعد يجب أن يتوفر فيه شرطين الشرط الأول أن يكمل خدمة 20 سنة والشرط الثاني أن يكون عمره 50 سنة وتم تعديله في 2016 إلى 49 سنة فالسنة تقريباً الفرد أنا باعتقادي أن الأم الموظفة هي من الفئات التي يجب أن نسعى لها وننظر للأولوية أن تكون التقاعد المبكر لها بحيث أن ما نربط عمر الخدمة التي هي 20 سنة بعمر الأم الموظفة التي هي 50 سنة لديها واجبات أخرى إضافية وهي مربئة أجيال كونها زوجة ومسؤولة عن البيت والأسرة هذا بيعود فيها تبعات إيجابية كبيرة إذا طبق بإذن الله تعالى منها تربية الأجيال تربية صالحة متابعة مستوى الدراسي لهم التقليل من الاعتماد على الفئات المساندة بين قسلين الخدم هذه كلها تصد في مصلحة مستقبل أجيالنا نحن ومستقبل الأسرة الإماراتية والتلاحم الأسري اللي هو مؤشر استراتيجي في أجندة حكومة دولة الإمارات وتنمية المجتمع التي تسعى في تحقيقها في 2021 أن تكون من أفضل حكومات بإذن الله العشرة في العالم أكيد أستاذ أحمد تكلمت أوصلت تضوء كذلك في المنامج الانتخابي على الشباب وذلك من خلال طريق صرف إعانة اجتمعية للشباب نعم دعنا نتكلم عن هذا حقيقة هذا البند بالتحديد أنا بحثت فيه كثير البعض يقول يمكن العضو المجلس يبالغ في هذا البند ولكن هو ليس بغريب ولا أنه جديد طبق في دولة مجاورة في الخليج الفكرة أن اليوم الباحث عن العمل يحتاج إلى إعانة يحتاج إلى تمكين ومساعدة لغاية دخوله وحصوله على وظيفة ومن بعدها تنقطع هذه اللعانة اللعانة هذه فكرتها مؤقتة تساعد الباحث عن العمل أنه يوصل ويبحث ويخفف من العباء على أسرته في صرف المصروفات اليومية اللعانة هذه في الدول التي نسبة البطالة فيها تكون كبيرة جدا عما الدول التي يقل عن الثلاثة والثنين بالمئة ما يكون فيها في علم الاقتصاد الباحثين عن العمل لا يندرجون تحت فئة البطالة البطالة هي يعتبر الشخص اللي جالس في البيت ولا يسعى في البحث أما هذا لا هذا يفرق يسعى ويبحث يصنف باحث عن العمل ولها اشتراطات الإعانة حتى موجود أنه شرق أنه يبحث وفعال في البحث لمدة سنة أو سنة ونص وتنقطع هذه في حال طبق التقاعد المبكر للأم الموظفة أيضا ستتوفر ناكشواغر كثيرة لحتى الباحثين عن العمل فعلا شكرا لك أستاذ أحمد سيف عبدالله المهيري مرشح لعضوية المجلس الوطني لتحاد 2019 عن إمارة عيمان شكرا لكم وفق خير يا رب العفو والله شكرا لكم مشاهدين لكي أنا مفاصل بعد رح نواصل خلوكم حياكم الله مشاهدينا باتت ظاهرة جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية شائكة ومعقدة وفرضت نفسها كم عضلة هامة وأساسية في مواجهة الدول النامية والمتحاضرة ولا شك أن مشكلة سن الأحداث وكيفية مواجهتها من أهم المشاكل التي تقلق العالم بأسره ومن أن الأحداث هم عماد المستقبل وأصل المجتمع فأن جنوحهم ضرر على أنفسهم وعلى المجتمع فعلا يا سيها أنا أعرف أكثر عن هذا الموضوع معنا في الستوديو الدكتور جهاد صالح بني يونس مستشار قانوني وعضو هيئة تدريس في الجامعة الأمريكية في دبي أهلا وسهلا نورتنا كيف يمكن يعرف كيف يعرف القانون كيف يعرف القانون جنوح الأحداث جنوح الأحداث عرف القانون بشكل واضح في القانون الأحداث في المادة الأولى فقال أنه يعتبر الحدث قد جنح إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم التي يمكن أن يعاقب عليها القانون لو لم يكن حدثا نعم وسن الأحداث حددوا بما دون الثمنتاشر عام ما دون الثمنتاشر عام نعم يعني الثمنتاشر عام سبعتاش خمستاش ستتاش أربعطاش هو هذا يعتبر سن الحدث نعم مع أنه سن البلو في القانون الإماراتي هو 21 سن لكن في قانون الجزائي اعتبر سن الأحداث فقط ثمنتاشر عام لكي لا يعاقب جزائيا نعم ترجح هل إهمال الأسرة يؤدي إلى جنح الأحداث أو ظهور هذه الفئة أكيد عدم وجود وقت كافي يفرغانه يفرغانه الأباء للأبناء إما للتربية أو للتعليم أو للحوار هي المشكلة أصلا في الأحداث أو في جنوح الأحداث هي مشكلة تواصل ما بين الأبناء والأبناء جميل أيضا ممكن يكون الحالة الأسرية مساءل الطلاق مساءل المشاكل الزوجية قد تكون مشاكل اقتصادية ولكن هذه لا يعول عليها كثيرا لأنه مشكل واحد يعاني من مشاكل اقتصادية عنده مشاكل مع أبناء لأنه هي تربية ليس تربية مادية تربية أسرية كذلك بعد أسر مطلقة عندها هذه الفئة لا نستطيع نجد دكتور نرجع لنقطة معينة والتذكرته وهو سن الحدث يدخلها و 18 سنة لكن السن القانوني في أغلب الأمور 21 سنة سن الرشد في نقطة معينة أحيانا عندما يكون عمره 19 أو 20 سنة يتكون عندها قضية صغيرة ممكن أنه يدخل مع الأحداث يدخل في مكان 100% لا يستطيع في نفس الوقت لا يستطيع يوكل محامي ولا يدري يسوي الأمور هذه لأنه تحت سن القانوني فما تشوف أنه ممكن يرفعون سن الأحداث إلى 21 سنة أو هذا شيء صعب أنه يكون لا ممكن إنه في دول تمشي على 21 سنة صحيح مثلا أستراليا 21 سنة 21 سنة فأنت تشوف أفضل لو طبق 21 سنة طبعا أو أنه يساوي يعمل سن الرشد 18 سنة يعني ما يصير أنه يصير فيه قاب بين 18 و 21 21 21 يكون فيه فرق يعني طبعا ثلاث سنوات هذه مشكلة دكتور جهد بنتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها كذلك في جنوح الأطفال أو جنوح هذه الفئة بنرجع للأسرة إذا ما فيه ضبط من الأسرة على مسألة التوائم أو قلينا نقول الإنترنت وشبكات العنكبوتية وإن آخره أكيد رح يكون فيه هي المعلم المعلم الأول للمشاكل وللقضايا وكيف تعرف أنت بث الأفلام وبث الصور ووائنا آخره طبعا هو معلم أنا أتفاجأ بعض الأحيان أنه إذا الإمرأة أو الزوجة أو الأم تقنع ابنها عابد يشاهد تقوله شوف افتع اليوتيوب مش هي فهذا المشكلة المشكلة التواصل ما بين الأزمة الثقة ما بين الحدث والأسرة وهو ما نحكي أنه التواصل الاجتماعي اللي سببته أبدا برجال الأساس اللي هي الأسرة لأنها ما علمته كيف يستخدم هذه الوسائل لأن هذه الوسائل أيضا تستفيد منها أنت في العلم تستطيع أنك تعلم منها أكثر من أنها تكون ضرة عليك فهي بالنتيجة إذا كان في ضبط من الأسرة أكيد دكتور في قواعد إجرائية خاصة أمام محكمة الأحداث طبعا أول قائدة أنه لا يجوز محاكمة من لم يبلغ سن السابعة أو وقوفه أو رفع دعوة عليها أو وقوفه أمام المحاكم أبدا اثنين أنه لا يجوز حبس الحدث احتياطيا كيف يعني احتياطيا على ذمة التحقيق إذن اللي إحنا منعرفه إذا كان يستدعي أو تستدعي الدعوة أو القضية التوقيف فيوقف بدور رعاية خاصة الدولة وكل دول العالم طبعا هو أوجدت هذه الدور التعليم وتربية وكل الوسائل التي تدفع أو تدفع لحل المشكلة الجنوح وأيضا عفوا لا يجوز أو يمكن أن تسمع البينة بدون حضور هذا الحدث بس لا يجوز أنك تصدر حكم إلا أنك يكون حاضر هو دليل يكون حاضر هو هذا الحدث وأن يبلغ الأبوين إذا كانوا موجودين أو من له مصلحة قد يكون الولي الجد أو قد يكون الدولي في بعض الأحيان القاضي الشرعي هو الولي في أحيان لما يكون لا له يعني ما له أهل أو ما له بعار في الدرجة الأولى أي شخص يغيله فممكن القاضي هو القاضي الشرعي هو ممكن يكون ولي لهذا الحدث طيب دكتور في حالة الجنح هذه الفئة هل أولياء الأمور يتحملون هذه المسؤولية إلى حد ما 90% نعم نعم هم اللي يتحملون لأنه هو أكيد كان فيه مشكلة قانونيا لا تتكلم عن قانونيا لا قانونيا ما بتحملها لا أكيد ما بتحملها لأنه دائما نعرف القضايا الجزائية والعقوبات هي عقوبات شخصية لا أحد يتحمل عن حد نعم وبالتالي ممكن يكون بالمال يتحمل يعني إذا كان فيه طاومي أو يخذ ممكن يتحمل أما كعقوبة لا فعلا دكتور في بعض الحالات ما يكمل 18 سنة يصير مثل جريمة قتل ويحكم هل ممكن القاضي يحكم بالإعدام على سن الأحداث ولا يمكن الحكم بالإعدام ولا بالسجن إنما يحبس وبكل الأحوال لا يجوز أن تكون مدة الحبس أكثر من 10 سنوات من كم 10 سنوات الآن جوز تقول لي الأستاذ تقول لي يعني شو الفرق بين الحبس والسجن الآن السجن أولا لا يكون لبيل الجناية ويمشي عليه التعدد أو العود إلى الجريمة مرة أخرى فبسيكون عندنا عقوبة أشد لكن الحبس لا ولا يتجرد من الحقوق السياسية إذا كان حبسا وبالتالي هذا أصلا هو بما أنه حدث إذا لا يدرك كنها أعماله وبالتالي لا نستطيع أن نجازيه نجرد من الحقوق السياسية مثلا أو إذا ارتكب جريمة أخرى نعطيه الحد الأعلى للعقوبة الحبس كحد أعلى في الأحداث هو 10 سنوات 10 سنوات نعم لا يجوز 10 سنوات دكتور طبعا تشرت كذلك ظواهر سلبية سواء في المدارس منها التنمر في فئات طبعا تطرق إلى هذا الاتجاه وتندرج تحت فئة الجنح 100% كيف ننقذهم أو كيف ناخذ بيدهم أول شي نمنع التنمر سواء كان المتنمر أو المتنمر عليه هم الاتنين عرضة للجنوح الآن المتنمر عليه نجو من الآخر المتنمر عليه ممكن ما يروع المدرسة وين راح يكون وين راح يكون بالشارع لأنه خايف يدخل من رجع لأزمة الثقة ما بين الولد والعائلة إنه لو كان لو رجع للعائلة العائلة ممكن تسمعوا ممكن الحل يكون بسيط لكن الآن نحن العائلة بجوزة الأول ما يشوفه بالسبوع مرة أو إلى آخر هاي هنا هنا حطنا على المشكلة أيضا المتنمر أصلا هو جانح أصلا هو جانح يعني هو من ذوي الجنح المتنمر لأنه أكيد ضرب ارتكب ارتكب فعل معاقب عليه القانون سواء كان بالشتم أو بالضرب فعلا وهل تتشوف مثلا في السجن للأسف لما الواحد يروح سجن ممكن يأخذ سلوكيات عدائية ممكن يتعلم الشيء يعني خاطئ لكن في الأحداث كيف تكون بيئة الأحداث لا أكيد هو لهم دور خاصة فعلا معنى شك ذكرت زميلتي سيهام أن في المدرسة بعض الناس اللي ما عرشون التنمر ممكن سلوكيات الخاطئ الطالب يتعلمهم في الأحداث ممكن الموضوع يكون أكبر فيهم دور خاصة بتعلموا فيها كأنهم في المدرسة تعليمية واجتماعية طبعا يعني كاملون دراستهم عادي كيف نحرمهم من الدراسة هو محبوس نعم نعم دراسة كأنها مدرسة داخلية لا نستطيع أو يعني ما بدنا نقول أنه محبوس لأنه يعني ما بدنا نعلمه هو صغير نقوله أنت في الحبس فمنقول أنه لا بتعلم داخليا أحسن يعني في كل دول العالم بقولوا أنه بتعلم داخليا ما بقولوا أنه محبوس أو أنه برتكب جريمة أو أنه مجرم أو إلى آخرين يعني ما بحكوا عنه بس أكيد يحتاج إلى تهيل نفسي لأنه جنح يعتبر يعني أثر نفسيا أستاذ حتى الأساذي اللي بدرسوه عندهم شيء بالعلم النفس نعم لأنه صعب جدا توصلوا المعلومة إذا أنت ما كنت عارف أكي بالعلم النفس نعم والحمد لله رب العالمين يعني الأحداث اللي وضعت قللت يمكن من الجرام وقللت من الأمور الكبيرة إذا منها مثل مدرسة هي طبعا وبيئة مختلفة يعني يعادة تأهيل عن السجن بعد مئة في المئة حتى أنهم طريقة المحاكمة معهم الآن أوجدوا محكمة خاصة للأحداث نعم بتنتقل إلى مكان وجودهم ما بتنقلهم للمحكمة مشان ما يكون يعني دعنا نقول أنه خلاص واخذ أن يروع المحكمة أيضا الوكيل نيابة خاص بالأحداث سرية يعني نقول فعلا مئة في المئة يكون تكون الأجواء أيضا وكيل نيابة خاص فيهم يعني ما لهم علاقة بالمحكمة ولا لهم علاقة بالفعل أنا ما نبدأ بأصلا شكرا لك دكتور جهاد صالح بني يونس مستشار قانوني وعضو هيئة تدريس في الجامعة الأمريكية في دبي شكرا لأسلم أنا قبل لأختم سهام باكر تقريبا تاريخ 25 التسعة هو يوم عظيم لنا فخر الإمارات للفضاء لكن في شيء ثاني هو يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي يعود المجلس اللي على حق من الفجيرة هو يعتبر أب لكل من يسكن هذه الإمارات ابتسامة الرائعة أنا حب أقول الله يديم ابتسامتك الرائعة يا أبونا ويا أبوي أنا ويا أبو كل واحد يسكن في الفجيرة الله يحفظك لنا تأكد أن نبض كل واحد عيش في الفجيرة أنت موجود فيه وفي كل بيت لا يخلو من دعالك الله يديمك لنا ويحفظك وكل عام وأنت في قلوبنا الله يحفظ يا رب تاج راسنا الله يحفظ مشاهدين ما نشوفكم باته إن شاء الله مع هذا الاحتفال فعلا احتفال الفضاء فعلا حياكم الله مع السلامة اشتركوا في القناة